تأكيدا لمبدأ التعاون بين السلطات عقد صباح اليوم اجتماع مشترك بين مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب وفريق حكومي برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة ممن شملهم قرار دمج وإعادة هيكلة إدارتهم المساندة وإتاحة عدة خيارات أمامهم وخلال الاجتماع أكد معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين جعلت الحفاظ على حقوق المواطن البحريني وعدم المساس بمكتسباته وصون كرامته أولوية وطنية لدى جميع مؤسسات الدولة التزاما بما أكد عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في ظل دولة القانون والمؤسسات وأشهد معاليه بالتجاوب الحكومي في عقد هذا الاجتماع المشترك مثمنا معاليه جهود الحكومة الموقرة في معالجة ما تسبب به القرار الصادر من الإدارة التنفيذية للشركة تجاه عدد من موظفي الشركة مشيرا معاليه إلى أن المجلس النيابي وبالتعاون مع الحكومة الموقرة يمضي قدما في تطوير المنظومة التشريعية العمالية من أجل حفظ حقوق الموظف البحريني وتحقيق العدالة للمواطنين العاملين في كافة القطاعات ودعم برامج ومبادرات توظيف البحرينيين والخطة الوطنية لسوق العمل من أجل توفير المزيد من فرص العمل النوعية وتعزيز أولوية وأفضلية البحريني عند التوظيف من جانبه نقل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تحيات سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى رئيس وعضاء مجلس النواب موضحا بأن سموه حفظه الله قد وجه الفريق الحكومي لطلب عقد هذا الاجتماع مع مجلس النواب لاستعراض آخر مستجدات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة وأضاف معالي أن المبادرة الحكومية بطلب هذا الاجتماع تبرهن على مدى إيمان الحكومة الراسخ بمنطلقات العمل مع السلطة التشريعية مفق مبادئ الشفافية والتكامل والتوافق لتحقيق ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين وألفت معالي الاعتزاز الحكومة بالكوادر البحرينية العاملة في القطاعين العام والأهلي وتقديرها للجهود التي يبدلها جميع العاملين لا سيما منتسبوا شركة مجموعة طيران الخليج والذين يعتبرون جزءا أصيلا من فريق البحرين ونوه معالي خلال الاجتماع بدور هذه الشركة القابضة وأسهمات جميع موظفيها في تعزيز قطاع الطيران الذي يعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني ورافدا مهما لتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين وأشار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من منظومة راسخة وشاملة بفضل تشريعاتها الوطنية رصينة لافتا في هذا الجانب إلى أن ترتيبات إعادة موظفي شركة مجموعة طيران الخليج ضمن كوادر الشركة قد جرت وفق الإجراءات القانونية وبين معالي أن الحكومة ممثلة في وزارة العمل قد عملت على التوفيق بين إدارة الشركة وموظفيها وهو ما أفضى ضمن الأطر القانونية إلى التوصل لتسويات كفلت تأمين الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للموظفين الذين أبدى غالبيتهم قبول الخيارات المتاحة والملائمة التي تحمي الحقوق الوظيفية لكل منهم وعرب معالي عن شكره وتقديره لرئيس وعضاء مجلس النواب لما أبدوه من تفاهم كبير خلال الاجتماع وحرصهم على استيضاح الحقائق والوقوف عليها مواكدا استعداد الحكومة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للتعاون الدائم والمعهود مع السلطة التشريعية في كل ما يحفظ للوطن منجزاته وللمواطن حقوقه وخلال الاجتماع قدم سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل عرضا أشار فيه إلى مساعي الوزارة في التنسيق مع مسؤولي شركة مجموعة طيران الخليج وما نتج عنها من إيجاد حلول توافقية تتمثل في توفير وظائف بديلة للموظفين في إحدى الشركات التابعة للمجموعة مع احتفاظهم برواتبهم والمزايا الوظيفية نفسها التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة أو تقديم عروض نهاية الخدمة وصرف المستحقات أو التقاعد لمن تؤهلهم سنوات الخدمة لذلك